دكتور مهند في المسجد الأقصى وفي القدس أنا في اعتقالي هذه أول مرة في تاريخ الفلسطينيين في إسرائيل اللي بيكون فيه هناك التلاحم ما بين سكان القدس وبين الفلسطينيين في إسرائيل في احتجاج أنا سمعته في مقال إلي في مجالة الدلسطات الفلسطينية ميدان تحرير القدس كان هناك في ميدان تحرير كما كان في القاهرة كان أرضا في القدس ولكن هذه المرة في القدس لم يكن حصريا بسكان الفلسطينيين في القدس شاركوا في عشرات من الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر. وهذا النضار الاحتجاجي وهذا المدان التحرية الذي كان في القدس أدى بالنهاية إلى تراجع إسرائيل وإسرائيل لا تتراجع سهولة عن قضايا تتعلق في القدس عموماً وفي المسجد الأقصى خصوصاً. إسرائيل عندها مشروع متكامل لتهويد القدس وعندها مشروع متكامل للسيطرة على الأقصى وكل حديث عن وضع القائم هو غير صحيح. لهذا السبب هناك تجربة للفلسطينيين في إسرائيل وأنا فيعتقد أن الفلسطينيين في إسرائيل يعيشوا الآن مرحلة مركبة. تأثيرات العالم العربي عليهم هي جداً كبيرة من حيث التشذي والتشرذم ومن حيث الإحباط الموجود وضعف الأداء السياسي للأحزاب وضعف الأداء السياسي للقرادات السياسية في الداخل وهذا الأشي يعني واضح أنه هناك تراجع في النظام. ولكن دائماً من كرات لترجمة الاحتجاج السياسي للفلسطينيين في داخل الأخضر أنه قضاية تتعلق في القدس تحديداً وفي الأقصى هي يعني تشكل أرضية خاصة لبناء احتجاج شعبي كبير جداً في الداخل. يعني الفلسطينيين هنا عندهم انتماء خاص لموضوع القدس عندهم انتماء خاص لموضوع الأقصى عندهم انتماء خاص لكل قضية الفلسطينيين في داخل القدس. ولكن تحتاج إلى مبادرات إلى تنسيك وإلا منهجية احتجاجية واضحة من القيادة السياسية في الداخل لترتيب وتنظيم هذا الاحتجاج. هذا الأمر كان موجود على مستوى البربات الإلكترونية في الأقصى وبشكل رائع جداً. ولكن قبله وبعده لم نرى. يعني لم نرى ذلك مثلاً في عملية الاحتجاج على حظ الحركة الإسلامية. اللي كمان كان حدث تاريخي. صحيح. لم نرى ذلك بعد البربات الإلكترونية على الكثير من القضايا الهدم وما إلى ذلك. فهناك في لحظات معينة انه فيعنا لحظات احتجاجية تكون كبيرة. فعنا لحظات احتجاجية بيكون فيها ردة وتراجعة. الآن هذه في فرصة أنه تنظيم هذا الاحتجاج وأن يكون الفلسطينين في داخل خط الأخضر هم أيضاً جزء من هذا الاحتجاج الكبير على هذا الموضوع. إحنا لنا ما يقال. لنا ما يقال في هذا الموضوع. وممكن أن نشارك في ذلك. أنا طبعاً لا أعلم ماذا كان في الأمس في اجتماع القرارات. يعني أنا قرأت أخبار عن يعني لم أرى إيش عيني غير أنه في تظاهرات على الوقفات احتجاجية على المفارق. أنا أفكر أنه هذا ما بكفي. وأنا أفكر كمان أن المشاركة في لحظة المتابعة كيف كان برح. كمان ما كان على مستوى الحدث. يعني كمان. يعني إحنا دائماً يعني منلوم العالم العربي. بس إحنا متصرف نفس الشيء. يعني في اجتماع لحظة المتابعة ما كان فيه هناك يعني تجند من كل الطيرات ومن كل القيادات الموجودة. وهذا حدث مهم. ويجب أنه يكون هناك فيه وقفي. يعني. فالأداء الفلسطيني هو بالمجمل نفس الأداء على المستوى السياسي. يعني. فلهذا السبب هناك فيه يعني حاجة يتجاوز. وأنا كمان واعي أنه فيه واقع كثير يعني معقد ومركب وصعب. ولكن هذه فرصة. موضوع القدس هو موضوع في وجدان الفلسطينيين. هو موضوع في عقل الفلسطينيين. لأسباب وطنية لأسباب دينية لأسباب تتعلق. يعني. يعني في العلاقة المتواصلة مع القدس. أن القدس هي المكان الوحيد اللي فيه علاقة مباشرة. سحيح. يعني. بين الفلسطينيين خط الأخضر بين سكان القدس. فهذه أرضية في مجال العمل على المستوى السياسي على المستوى الاحتجاجي على المستوى الشعبي وعلى المستوى الدولي أيضا في هذا الموضوع دكتور شرف كمان من حضرتك أسمع تعليق على هذا الموضوع لأن القدس خط أحمر ولأن جميعنا نعي وندرك أهمية القدس بالنسبة لنا كفلسطينيين وأيضا للعالم العربي إمكانيات النضال المتاحة أمامنا في الفترة القريبة ولا أي حد ممكن تكون مؤثري بعتقد أنه واضح أن القدس في إيلها مكانتها عند الشعوب العربية عندنا كموطنين كل إنسان فلسطيني عند كل الديانات وبعتقد أنه هذا جزء من اللي بيعطينا إمكانية لفعلا أنه نشوف المستجدات الأخيرة نشوف الجانب الإيجابي اللي فيها وهي الفرصة لإعادة اللحمة الفرصة لإعادة تنظيم الاحتجاج الفرصة للخوض في احتجاج والخوض في نضال طويل للأمد يعني فعلا كثير مرات كان نضالاتنا واحتجاجاتنا كانت فعل عابر يعني مرة واحدة تظاهرة مسيري وانتهينا ما في توجه لاحتجاج شعبي مستمر مستمر مجند لأنه حتى نقدر نقطف ثمار ونجند العالم وقول حوالينا المفهوض يكون في شيء مستمر مش فقط حداث عابر أو مظاهرة عابري في برنامج للمتابعة شفتوا اللي بتضمن كمان مسيرات اليوم كمان وقفات احتجاجية كمان مسيري قطري ولكن كمان يعني نفس البرنامج عملية منكرره في كل مناسبة أو في كل عمل في كل حدث بضبط يعني البرنامج واضح يعني تب يطلع تقريبا هاي الأمور بفكر أنه أجل وقت نحط كل الأمور في سلة وحدة أو في نظرة شاملة وكيف أنه نبنيها كان يضال مستمر إلا هدفه كمان يجند الشارع بشكل أكثر يعني صحيح أنه في مشاركة معينة في بعض النشاطات ولكن أقولك بصراحة أنا غير راضي عن المشاركة تبعتنا في السنوات الأخيرة في المظاهرات في المسيرات المختلفة اللي كانت في السنوات الأخيرة إن كان ذلك بدعوة المتابعة وإن كان ذلك بدعوة منفردة حتى في إحياء الذكرى الوطنية يعني خلنا نشوف الأحزاب في يوم الأرض الأخير حتى لم تقم بأي نشاط تحضيري ليوم الأرض المفروض كان يكون يوم الأرض الأخير أو أهبة أكتوبر ذكرى أهبة القدس والأقصى لأخيري كالمفروض يكون الحدث المركزي تتويج لسلسلة نشاطات لكن الأحزاب والحركات السياسية القطرية لا تقوم بهذا الدور أنا بحكي عن الجميع بحاجة لإعادة نظر شاملة لأنه تعودنا أنه نزدت المسئولية على المتابعة كأنه كل فرد معفي أو كل حزب معفي لا يجب أن نرى الصورة الكاملة نسأل الأحزاب شو ساوت نسأل لجنة المتابعة شو ساوت أنا بعتقد قوة الأحزاب في الشارع هي الأساس يعني أنه لجنة المتابعة والآخر اللي بيوصلوا للاجتماع أنا برايه مش هذا المقرر لش المقرر والحاسم في أي نضال شعبي قديش الصوت أو القرار اللي بيطلع من مثل هذا اجتماع بيصل لكل إنسان وإنسانه بجنده لنشاط أنا بعتقد أنه مستوى المشاركة في النشاطات الشعبية الأخيرة كان دون المستوى المطلوب بشكل كبير بشكل كبير وإحنا اليوم نحكي على تقريبا مليون ونصف من المواطن فلسطيني هنا في إسرائيل نعم وهذا عدد مش بسيط هذا عدد مش بسيط لما نحكي على مشاركة ألاف فقط في بعض النشاطات هذا النسبة تعتبر قليلة تعبير سلبي أو إشارة سلبية ولكن أنا وافق أنه فيه إمكانيات أكثر وفيه لحظات فعلا كان فيه خروج مثلا لقضية القدس الأخيرة واضح أنه فرجتنا نموذج ثاني اللي ممكن أن نتعلم منه ولكن خلينا نشوف أخرى شغلة أنا بفكر قضية القدس خط أحضر أحمر أسف خط أحمر شعار حلو ولكن أنا شوي صرت أكون حذر من كل قضية استعمال مصطلح خط أحمر يعني ياما خطوط أحمره نداس عليها وفرد أشياء ثاني في أرض الواقع القدس نفسها يعني الاعتراف الأمريكي اليوم أنا بفكر فيه أخطر منه المخططات الاستيطانة اللي صلى خمسين سنة بالقدس المحتلة اللي قامت بتهويد القدس بشكل كبير مع كل ذلك بعد فيه إمكانيات هائلة للشعب الفلسطيني في القدس اشتركوا في القناة